أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم محمدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة من أجل توفير حلول للتحديات المرتبطة بتحقيق الأمن المائي نعم جاء ذلك على همشي مشاركة سعادته في الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزرية العربي للمياه والمؤتمر العربي الخامس للمياه والذين طلقت أعماله اليوم بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار التنمية المستدامة في المنطقة العربية الهدف السادس التحديات والفرص بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن قطاع المياه في الوطن العربي ونوها وزير شؤون الكهرباء والماء بالسياسات التي اتخذتها مملكة البحرين في إطار حماية وتنمية الموارد المالية لضمان استخدامها الأمثل في مختلف الأغراض وبالمبادرات التي تساهم في تعزيز استدامة موارد المياه كما أشار سعادته إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية تتوافق مع أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2030 ناقشت الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزرية العربي للمياه عددا من المواضيع المتعلقة بشؤون المياه في الوطن العربي من أبرزها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية ولمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وفيما يتعلق بعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه فقد تطرقت الجلسة الأولى لاستدامة موارد المياه في المناطق الجافة حيث تم استعراض تجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالإضافة إلى مساهمات المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة في استدامة الموارد المائية اشتركوا في القناة